يبدو أن خصوم العلن هم أنفسهم أعوان في الظلام فهل تحولت العلاقات بين الرئاسة السورية والولايات المتحدة إلى مباحثات سرية وما سر الصفقة المرتقبة وما هو موقف روسيا من تلك المباحثات مباحثات سرية وتحركات غير معلنة في ملف العلاقات السورية الأمريكية بينما يدرك الأسد جيدا أن الحليفة الروسية هو صاحب الكلمة الأولى في ضبط بوصلة تلك العلاقات فماذا تريد دماشق من ألية إدارة الأزمة؟ بالنسبة لسوريا يريد رئيسها بشار الأسد تحييد أي أخطر تحيط ببلاده وخصوصا وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية ذلك الملف يعتبره الأسد مساسا مباشرا غير مقبول بسيادة الأراضي السورية وبالتالي كيان الدولة نفسه لكن يريد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أن تظل أي مباحثات بينه وبين الولايات المتحدة سواء كانت تلك المباحثات مباشرة أو من خلال وسطاء ومع استمرار كل طرف في التمسك برأيه تصر دماشق على حسم موقف الوجود الأجنبي على الأراضي السورية قبل بدء أي مباحثات سياسية وذلك في صياق العلاقة بين الأسد بين كل من روسيا من ناحية وطهران من ناحية أخرى ظلت المباحثات وغير المباشرة بين بشار الأسد وبين الولايات المتحدة الأمريكية في طي الكتمان حتى خرجت تسريبات أظهرتها تقارير إعلامية أمريكية مفادها أن هناك لقاءات تجري بين وفود سورية وأمريكية من وقت إلى آخر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية اعترف باستمرار هذه المحادثات على الرغم من تأكيده في الوقت نفسه أن هذه المحادثات وإن كانت دون المستوى المطلوب في صياق نتائجها إلا أنها قائمة بين الجانبين تواحد الوفود الدبلوماسية والأمنية السورية جميع محادثاتها على شرط واحد قبل الموافقة على الانقراط في أي علاقات هذه الشروط مفادها قيام الدول ذات التواجد الأمني على الأراضي السورية بإعادة صياغة ملف سيادة كحق للدولة السورية وخصوصا في الشمال السورية لكن الولايات المتحدة تصدر ملف الصراع السياسي الداخلي في سوريا على أنه شرط أساسي لاستعادة العلاقات الأمر الذي يراه الأسد تدخلا مرفوضا في شأن الداخلي السورية ومبررا غير مؤسس على أدلة لتعطيل المحادثات بين الجانبين الرد الأخير المسرب من الإدارة الأمريكية خلاصته أنه ليست ثمة أي نوع من ألوان التقارب بين دمشق وواشنطن ما لم تلمس الأخيرة تطورا بشأن الحلول السياسية المطروحة للصراع الداخلي في البلاد على أن يقدم الرئيس السوري أدلة على ذلك خارج سياقات التقارير الإعلامية الرسمية التي تتحدث عن لقاء بين ممثل الحكومة والمعارضة وتريد الولايات المتحدة العودة بالحوار السياسي السوري إلى ألية جينيف والتي تم توصيقها عام 2012 وتتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية شاملة بناء على رضا متبادل بين أطراف النزاع الداخلي في البلاد بما يضمن الحفاظ في ذات الوقت على مؤسسات الدولة ويبقى السؤال هل ستظل دمشق مستقلة في المباحثات المرتقبة أم أنها ستضطر حتما إلى التنصيق مع الحليف الروسية ترجمة نانسي قنقر